إن الشيطان يضع عرشه على الماء الشيطان يضع عرشه وسرير ملكه على الماء وفي رواية في البحر ثم يبعث سراياه كيصفت الجيش دياله الجنود دياله شياطين الجن اللي هم تيقلبوا باش ينوضوا الفتنة والمشاكيل بين الناس بين الدول بين الأسر بين المجتمعات بين الأفراد بين أبناء العائلة بين الجيران هذه هي خدمتهم وهم تايدون خدمتهم ولكن احنا غافلين ما وعينش بالمعركة الحقيقية والحرب اللي بيننا وبين الشيطان والجنود دياله يبعث جنوده وصراياه في الناس يفتنون الناس يفتنوك كيشغلوك على الطاعات وتيدفعوك المحرمات فأدناهم منه منزلة هذا مش هفسد هذا السرق هذا قلت ليه يكذب هذا قلت ليه شهد هذا تزور زينت ليه كذا زينت ليه كذا كي يعطيه التقارير تعطيه التقارير عليك أعليا أعلينا كاملين لأن الشيطان أقسم بعزة الله أن يضل من استطاع أن يضله من بني آدم تيقول ليهم ما صنعتم شيئنات شيدرتو والا تشي والو إنه ما تيرضيش تغلط حيط غدا غدا تعودتو غدا تعودتو غدا تعودتو تستغفر غا يسمح ليك الله غدا تصوم غدا تصلي غدا تضى ما صنعتم شيئنات شيدرتو ما تدرتو والو هيك تلعبو ما راضيش على العمل ديالهم ما عجبوش لمستوى ديال الشيطان اللي كيديرو كيجي عندو واحد من أدوك الشيطان تيقول ليه ما تركتو فلان حتى فرقتو بينه وبين مرأته أنا اليوم راضرت واحد الخدماء في المستوى العالي را ما تفرقتش مع أدوك الجوج فلان وفلانا حتى تطلقو بعد سنوات من اللعشراء بعد مولد وليدات بعد سنوات من الخطوبة بعد العرز بعد الفرح بعد العيد بعد الصفر بعد شهر العسل لكن شي كل شي جرش الشيطان في لحظة ضمر كل شي لكن احنا لي عوننا احنا اللي حلنا لي الباب احنا اللي ما تبعناش طريق الله احنا اللي ما عرفناش نتعاملو مع ديك النعمة اللي اعطانا الله ليه نعمة الزواج احنا اللي اعطانا الله ليه نعمة الزواج